عند الإشارة تكون الساعة السابعة صباحا وهنا ريباط إداعة المملكة المغربية أهلا وسهلا بالجميع كنتمنى أنكم تكونوا بخير على خير هذا النور كالعادة سيكون معنا الأستاذ السيم حمد الرباطي محلل قناة الجريدة المغربية مباشرة مدينة الرباط وسنحاول أننا نتناولوا واحد الموضوع قنبلة ستهزو مشاعر الدباب الإلكتروني الجزائري والنظام الأوليغارشي الجزائري ولكن قبل سنعطيكم محد الخبر سنعطيكم هذه المهزلة بإيجاز سنعطيكم هذه المهزلة ممتل البوليزاريو في مؤتمر تيغاد سنعطينا هذا الهجوم من الجزائري الممتل الجزائر الذي تهاجم على هذا المغربي إذن من خلال الصورة أليس هو هذا؟ هذا يكوه هذا يكوه هذا يكوه هذا وأنا كنشكر المغاربة وكما كنقولوا إحنا المغاربة نجيبكم ونجيبكم ونحصل لكم ونحصل لكم يكوه هذه الصورة دياله شوفوه مزيان ننتقلوا للصورة الثانية شوفوه مزيان واش ماشي هو؟ إذن هذا يدل بأن هذا منطغمة الحاكمة العسكرية شنقريحي هذا شنقريحي هذا عسكري شوفوه في تنصلت بهم الوقاحة وكي يجيب الموقع التواصل الاجتماعي كي يسبوناه وإحنا غاد من النار غاد نوريكم الوجهة ديالكم الحقيقي والوجهة الحقيقي ديال اللي كي يستحمركم وكي يغللكم عبد المجيد تبعون الرئيس ديالكم اللي بغي له ولاية تانية سيمحمد مرحبا بك صدر كتاب قنبلة واسمعوه المغاربة ولكن رجاء ثم رجاء أنا أتمنى صادقا أنكم تحاولوا أنكم تدعموا هذا الفيديو هذا بالضبط باللايك والبرتاج ولكم جزيلة الشكر سيمحمد صدر كتاب قنبلة هذا الأسبوع ببارز من طرف قبائلي حميد سياد وهذا كان صديق الرئيس عبد المجيد تبون اللي كان في العشرية السوداء وهرب لفرنسا سمع مزيان شنو غادي يقول لكم سيمحمد وغادي نفضحوا هاد الناس هادو اللي هبلوا وصدعوا رؤوسنا أيها المطبعين المغاربة والله سيمحمد تفضل مشكور السلام على كل المتتبعات سواء المعلقين وكذا المعلق المعلقة صاح أخي الكريم والله معرفت أن الحجة بحجة ومتيدروا بسباب وكسبوا لكن قبح الله فرنسا قبح الله متوالى على تلك البلاد واختلط إذا كان اغتصاب واحد في اليوم فكم من اغتصاب كذا كم من نطفة أينعت وكم من بطن حملت لا حول ولا قوة إلا بالله هذي أولا أخي الكريم تيسبونا تيقول لك أنتم مطبعين وحنا أحرار لما انطبعوا ما كده وتقبلنا انتم وانتم الحمد لله صدر كتاب هذا الأسبوع كتاب باريز من طرف قبيلي صديق الرئيس صديق ديالو اللي كان في العشرة السوداء هرب فخمت الرئيس ديك الساعة كان بعدها أن طريضا من رئاسة الوزراء وهربوا مش الباريز هذا اللي احتاض نوات السيد هذا القبيلي حميد سياد صدروا حد الكتاب قنبولا أدعو الإخوة في فرنسا أن يشتروا هو يطالعوا عليه خاصة الفقرة عشرين والفقرة مية وتسعتاش مش نبينوا لهذا القوم هذا بأن أنتم مطبعين حين كان المغرب غالق مكتب الاتصال بالريباط كنتم أنتم تجاهدون وتنصقون مع الكيان خلصة لكن هذا الكاتب هذا هو هو العراب والسمصار صديق تبون هو السمصار يحكيه في الكتاب يقول كتاب القنبول أخي الكريم من رجل الأعمال هو رجل الأعمال في فرنسا عنده الطيلات وعنده الريستورات وعنده 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 وكانه بوم بيس في بلاده وفي تيزي وزو وحن عليه الله وكذا ومشال فرنسا ورد به الله ما عليش يقول في الكتاب لكابيل أباغي قبائل بباريز تيقول أخي الكريم يحكيه على تبون كذا كذا من قالك لا 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 الأحلام دي تبون كان يحلموا باتحاد مغاربي وعملة مغاربية وأن الشراكات وكذا مع فرنسا وأن قالك ما عاربك كيف تتغير منه ولا رئيس احنا ما يهمونا شاخي الكريم هذه الصفحة 119 يقول فيها ما يقول أن قادمة تبون سنة 1993 وكان يقيم عنده في باريز وكذا ما علينا احنا ما تتهمناش هذه لا 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 العناويت قالك سينافح على فتح اتحاد مغاربي ثم عملة مغاربية موحدة تضم خمسة دول تقيق معي خمسة دول وليس جمهورية البرقوقية يقول فرنسا يعدها ستبون أنا دا حين كان هربان هربان من العشرية السوداء وقاس عنده فرنسا هي الشريك الوحيد للجزائر نقول السؤال ماذا غير السيد تبون وش قلب وش قلبة خصوصا بعد ان تم اعتقال ابنهي وتم توريطه في الكوكايين اراد ان ينتقم اذا هي قضية بمعنى الحق والانتقام الذي غير فخامة الرئيس اكثر احنا ما يهمونا خلك الامور الداخل انا ما يهموني هو في سنة 2005 بالضبط بعد كتا التاريخ في 25 سنة طلب من حميد سياد هذا القبيلي اللي عنده الوطيلات وعنده في اماكن راقية في باريز طلب منه باش يدير واحد اللقاء بين الضباط المخابرات الجزائريين والموساد الاسرائيلي 1994 تقول ان احنا مطبعين ما مطبعين الكتاب موجود ايش دو يكدبونا صفحة يقول اخي الكريم ان الضابط الضابط اسمته محمود صواميس الضابط محمود صواميس يمكن ان يسمع لنا دابا هذا الضابط اطلقى مكالم امنين من الرئيس اليامين زروال رئيس جمهورية جزائرية وعطى الفيفير قال اطلقى مع الاسرائيليين ونسق معهم بعدها تمتدت لقاءات اخي الكريم يا اطلقى ثم بعدها بدت لقاءات في السفرة الاسرائيلية بباريس ونسقها واحد وحد الاسرائيلي من اصول جزائريات وكتابا وكان عراب لقاءات ما هي الغاية من هذه اللقاءات اشقل لي المسؤول اسرائيلي بالضبط يكتب الكاتيب قال لي المسؤول جه واحد من تل ابيب واحد من السفرة الاسرائيلية نوسو ملا بور لارجيري بور فوزيدي. نسوم لا بور لارجيري بور فوزيدي. علاش? هذا المسؤول لجملة العبيب. والمسؤول في صفارة الجزائرية. يقول نساني ما منهاش. ما كانش منها. لماذا داخل كريم كل هذا? لان لا يريدون استحواذ الاسلاميين على الجزائر. تقول يقول مسؤول اسرائيلي. وبدأت اللقاءات. يقول لي لا نقبل وجود اسلاميين في شمال افريقيا. خصوصا في الجزائر. واليمين زروال اعطاهم. اخضر قال لهم شوفوا بماذا ستعيننا اسرائيل. قالوا لهم سنطلق صراح الجزائريين المعتقلين في اسرائيل. وقد كتبوا على عباد الله فقد كتبوا علينا. فاتفقت الطرفان على اطلاق صراح بعض جزائريين من اسرائيل. وبدأت اسرائيل تمد بالمعلومات الخاصة بجميع الجهاديين. اللي سواء في البخارج او في الداخل الجزائري. وكتبوا هذا الكتاب. انا اعطيتكم تصفحة وعطيتكم تصفحة لولو صفحة تانية. قولوا ان ماذا كان يفعل مخابرة جزائلية في السفارة الاسرائيلية. سنة خمسة وعشرية استبدأت اللقاءات في تقريبا في واحد الرئيس تورا اسمها لو بيركلي. نعطيكم تافي لو بيركلي في ويتيامرون ديسمو. ماذا كانت تفعل مخابرات الجزائلية مع المخابرات الاسرائيلية. وبعدها بسنين بدأت اللقاءات في السفارة الاسرائيلية. ولا زالت ممتدة الى الان. عباد الله. ويكذب انتم 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 ان على طلع المطبعين نعم ان على طلع على المطبعين تحت الطاولة. يا كذبا. عشرين حتى نبين الكذب والزور هاد وابوتان هاد الناس. الذي يقول لنا انتم مطبع انتم مطبعين. بينما من آآ الساعدة الجزائريين في العشرية السوداء لوضع اوزار تلك الحقبة ان اسرائيل ولا شيء غير اسرائيل. ولكم الكلمة. والتحدي مرفوع. تحدي مرفوع ان يكذبوننا. وهذا ادرى الصديق. آآ فخامة الرئيس عبد المجيد تبون. يقول بان اليمين زروى الرئيس جزائر اعطى الضوء الاخضر. واتصال بالضابط محمود. آآ سواميس ان يدير آآ اسميته لقاءات مع المخابرة الاسرائيلية للقاضع على الجهاديين. او سميهم ما شئت. لان اسرائيل لا تريد انتشار اسلاميين في شمال افريقيا. وفي الجزائر بالخصوص. ولا الكلمة الخام. اذا شكرا الاسد دينا السي محمد. اذا الا اخوان بالله عليكم. شكون ده بالمطبع وش حنا ولا هما. وهذه باننا بغي نفند الاكاديب ديلا هاد عصابة ولاد الحرام اللي كيحكموا الجزائر. وكذلك الدباب الالكتروني الجزائري الذي لا يعرف الا السبب وش نسم. ايها المطبعون واوا. هوا عبد المجيد تتبون. بخلال الحملة الانتخابية ديالو. لم يستحيي. هو كيكذب على الشعب ديالو 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 ديال البروباقاندا الخاوية فلسطين ظالمة او مضلومة. وكي يطلب من مصر انها تفتح له المعبر انه بش يدخل يحرر في فلسطين. انت ما حررش تنفسك. وما حررتوش تش شعب ديالكم. انا ما بغيتش ندخل في واحدة المزائل ديال الطوابير واواوا. ترقبونا في فيديو قادم قموا لاخرى ان شاء الله رحمه رحمه رحمه. تقبلوا تحياتنا. حاولوا انكم تخليوا البصمة ديالاعجاب واليميلة البارتاج. شكرا لكم.